اه احب هكلمكم نهاردة عن حاجة اه تابعة ايه البرنامج هتنزل معاه فاكرين لما في الاول نظركوا جيه تلات ايكونات دي وهنطلقين اللي احنا نشتغل عليها البرنامج نشوف الايكون التانية هنجيبها من اه من اه وعدين هنروح على وهنختارها اللي اسمها ايه? اه. وهنستنى شوية الوقت لما تتفتح معايا لانها اه ممكن تاخد وقت شوية ما تتفتحش على طول يعني انا تفتحت على طول معايا لاني كنت تفتحها انتوا ممكن استنوا وطولوا بالكم شوية. الوقتي بعد ما تفتحنا البرنامج هنختار اي اه اه موجودين عندي انا واما عندي اربعهم وهاجربهم بس الاول هرفع الصور اللي انا هجرب عليها. يبقى اول خطوة اختار سين من دول او واحد من دول. تاني حاجة تحت ننزل هنا اه اه هروح على علام دي وهنشوف الصور اللي انا عايز احطها عندي. انا اتفتحت معايا مجموعة الصورة دي والصور دي واللي يكن انا اختار مسلا الاربع صور اللي واختاري بالكنترول واختار او 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 التمبلت اللي عندي او سيم اللي عندي اللي انا اخترته فتبتدي تتعرض معي الصور بمسيقة اقصة بسيم ده طريقة سهلة وسريعة ومن غير ساعب ومن غير ما اعمل اي مفتوض اروح على التمبلت الثاني واختار مثلا دوت بوطيف ايوه لما نشوفه مع بعض استعرض معنا طريب عامل ازاي ممكن نشوف دوت موسيقى 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 عملية فتت بس بنصور بعدها طب مش فده موسيقى 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 او mp4 هفتح برضو واختار 1280 عايزة جودتها عالية او ياختار 1220 اوكي بعد كده هقومة سايف موفي وهستنى بقى لما الموفي يتسعيف وهوري الورق ان شاء الله بعد ما يتسايف او ترندر الفيديو معي هتديري رسالة ليه دي the movie has been rendered successfully ليه يعني الموفي تعمل لوريندر بنجير هقول له اوكي وبعدين هروح على ال desktop واشوف هو فين كان يتبلي ما يموفي هقف عليه واشغله استعرض عندي اهو جودته حلوة وطريقة صريفة وطريقة سريعة جدا ان انا قادر اعمل فيديو بمنتهى المصادر شكرا تلكم على خير ان شاء الله في الترس الجاي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وصلوا مع سيدنا محمد وعلى عينيه وصحبه وصحبه اشتركوا في القناة 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 شكرا